في يوم الأيام كان فيه أسرة فقيرة جدا دي قصة يعني من قصص الحياة أسرة فقيرة جدا عبارة عن ناس سكنين في حتك زي تحت بيرسلم كده هو راجل ومراته وعندهم ثلاث عيال مفيش في البيت أي شكل من أشكال الأساس خالص لا سرير ولا بتجاز ولا تلاجة ولا أي كرسي حتى الأب بيشتغل عامل على قديه كل يوم ينزل السوق يمكن ربنا يكرمه يجي حد يقوله تعالى اشتغل يوم ولا اتنين يجي له يومية عنده الثلاث عيال في المدارس مدارس ابتدائي صغيرين الأم ما هيش تعمل ولا متعلمة وبتعود طول النهار على حصيرة على باب البيت فيش حاجة غير كده فتصدف ان في ناس جم قالولي احنا عايزين نخدم بيت فقير قوي فحولتهم على البيت ده فراحوا عند الست دي ازايك يا فلانة عاملة ايه جوزك مين ولادك مين بيسألوها بقى عندك سرير ترد رد جميل قوي تقولهم جوزي هيجيب جوزه محلتوش حاجة عندك بتجاز ترد وتقول جوزي هيجيب طب عندك كرسي نقعد عليه تقولهم جوزي هيجيب فضلت بالاجابة دي في النهاية طبعا اجابة جميلة مش بتقول ما عنديش لا بتحط الامل وبترفع من شأن جوزها اللي امكانياته ضعيفة جدا انه هيجيب في البيت الحاجة ده هيجيب نزلوا الناس الأحباء دوله وجابولها كل حاجة عملوا بيت من جديد بكل شيء فيه حطوا فيه الحاجة بس المكان الساعة طبعا كانت محدودة عايزة اقولك ايه هي انسانة راضية انسانة راضية معايتش تقول انا غلبانة احنا ما عندناش احنا فقرة اصل فلان ما جابلنا ما تقولش الكلام ده خالص سطرت على بيتها سطرت ودي شطارة ان يكون عندك مشاعر الرضا الجميلة مشاعر الرضا الجميلة ده هي بتقدم لك دايما نمازج حلوة والانسان الراضي الله يطرح عنده بركات كثيرة جدا جدا ويكبر مع الايام ويكون سعيد وربنا بيحميه من الازمات النفسية والنعنيب تشوف صح خدوا بالكم يا شباب مش كل انسان ربنا يحافظ على عنيكم جميعا مش كل انسان بعنيب يشوف صح لما يكون عندك الرضا تشوف صح لما عندك التزمر تشوف غلط تشوف غلط اللي قدامك كأن الرضا يصح رؤيتنا للاشياء والاحداث وده شيء مهم جدا تشوف